أين ذهب هذا الدعاء؟ ملايين المسلمين لما يدعون الله سبحانه وتعالى وأنت كذلك وأنا لما ندعو الله أين تذهب هذه الدعوة؟ لها ثلاث احتمالات الحالة الأولى أن تصعد الدعوة منك وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى ثم تنزل كما دعوت يستجيب الله دعوتك قد يكون قريب بعيد تأتي كما صعدت هي نزلت يا رب تعطيني كذا؟ يعطيك كذا سبحانه وتعالى الحالة الثانية أن الدعوة تصعد إلى فوق لكن تلتقي بشيء نازل هناك بلاء كان الله قدره على العبد ليحل به مشكلة مرض فقر حادث أيا كان لكن لما كان في طريق النزول لإصابة العبد لقي هذه الدعوة صعدة فيظلان يتصارعان ويعتلجان إلى يوم القيامة وأنت تتساءل وين الدعوة اللي دعوتها ربي؟ ما رأيتها؟ يعني الأن ربما دعوات كثيرة منك تتعارك في السماء مع كثير من البلاء والمشاكل والمصايب اللي ما تعلمها أنت فلا الدعوة استجيبت لكن في نفس الوقت ولا البلاء نزل عليك الحالة الثالثة أن الدعوة تصعد تذهب تصل لكن لا ترجع أين ذهبت؟ ستراها يوم القيامة بإذن الله حسنات توضع في ميزان حسناتك تتمنى عند إذن أن دعواتك كلها ما استجيبت لك وكانت حسنات ليثقل بها الميزان يوم القيامة لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى تطمئن أن ما في دعوة منك ضائعة أبدا ما في دعاء يضيع إما أن الله يعطيك كما أردت أو أنه سبحانه برحمته وحكمته يصرف عنك سوء وبلا عظيم أو أن يدخيره لك يوم القيامة السؤال الأخير أي هذه الثلاث أفضل أن يستجيبها الله لك أو يصرف عنك سوء أو يدخيرها لك يوم القيامة الجواب سلم أمرك لله هو الذي يعرف ويعلم مصلحتك سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر